برحب بحضراتكم مرة تانية والحقيقة بتشرف انه معايا واحد من افضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية يعني تاريخ مليان انجازات سواء مع المنتخب الوطني او مع النادي الاهلي مدافع قوي وكبير وده غير انه طبعا شرفنا بالاحتراف في اوروبا كابتن سامير كامونة منورني يا كابتن منورة حضرتك ربنا يخليك اهلا وسهلا بحضرتك بقناة النادي الاهلي وبسهد السمسان طبعا ان شاء الله تكون حالة كويسة وخفيفة يعني مدام حضرتك معنا وانسعت ما قولنا ان حضرتك معنا الحياة الاهلوية متحمسين ومسوطين جدا بالحبايبي طبعا افضل المدافع واحد من افضل المدافعين في الكرة المصرية الحقيقة وكنا واحنا متفرجع التقرير يا كابتن كنا وقفين عند كام جون كده مع بعض كنت بقولك على هدف اللي جبنا بيه البطولة العربية وانه كان لازم نكسب في الرجاء في المغرب وكان لازم نكسب حتى بتعادل ما ينفعش فاكر كواليس الهدف ده فاكر البطولة ده من اجمل اهداف حياتي طبعا اولا لانه جاب بطولة النادي الاهلي وكنا محتاجينها جدا بطولة كانت رايحة مننا خالص وبعد كده يدرنا باسرار لعبة النادي الاهلي وعزمتهم اللي احنا متعودين احنا نفرح جميل النادي الاهلي يدرت اننا احرز هدف من كرة عرضية من اوالدهب الحمد لله عملتها هيدرز جات جون فكنا محتاجين نكسب امبرا دي فاكسبناها بالفعل وكانت بطولة غالية علينا قوي احنا الفترة دي ما كناش بنلعب في افريقيا يعني كان في مشاكل في افريقيا بين النادي الاهلي كان فيه يعني النادي الاهلي ما كانش بيشارك في افريقيا بسيء ومستمرة لكن كنا بنعوضها في البطولات العربية وكاس مصر والدوري لكن بطولة النقبة العربية دي بطولة من بطولات اللي هي غالية على جميل النادي الاهلي وبالاخص لينا اننا جبت هدف يعتبر التتويج من البطولة هدف التتويج ده بيبقى كواليس تانية خالص حاجة تانية خالص حصوص انه قتا كان اولمبيك خربكا كانت عادل كان مفروض احنا نكسب واولمبي خربكا يتعادل فالظروف سعادتنا فعلا اولمبي خربكا تعادل واحنا كسبنا وباللعب مين باللعب الرغاء المغربي في سيدنا محمد الخامس فعلى ملعبهم واستجام هيرو وانت عارف بقى شمال افريقيا الوضع بيبقى مختلف شوية بقى بيحمسهم وعندهم لعيب على الاعلى مستوى وبعد البطولة دي هم اصلا كمان في كذا لعيب احتراف في فرنسا من الرجال المغربي فرقة قيلة جدا فرقة منظمة معروفة جدا في شمال افريقيا وفي المغرب لكن احنا برضو كنا فرقة قيلة كان معانا برضو نجوم وكان معانا لعيبة كويسة قوي كانت بتساعد الواحد ان هو ياخد بطولة لما جريت بعد الهدف كده جريت لحد المقصورة كده بتقول ايه الناس كلها بتكتر ان انا روح سامير كامونة روح كانت في الدقيقة حوالي 44 أو 45 فانا رايح لجماهير الاهلي لان هم كان في جزء من السفارة جايبين اعلام وفي ناس كانت تعيشة في المغرب عشاق النادي الاهلي فانا رايح تحية ليهم ان هم كانوا مشرفيننا يعني ومتواجدين معانا فدي ابسط حاجة ان انا اقدمها الجامير نادي اهلي في خارج مصر ان هم واقفوا جنبنا لحد الدقيقة 44 أو 45 فانا كنت رايحة حيهم يعني كنت فرحة بيهم اوي بقول لهم يعني باهدلهم البطولة طيب وقفنا عند جون تاني يا كابتن قلتلي 120 كيلو في الساعة هدف المينيا ده في الدوري من اجمل اهداف اللي انا جبتها تزديدة قوية جدا من برة 18 وانا الحمدلله كنت مميز في التزديدات يعني سبحان الله انا في الكرة دي انا حطيت غلي كله في الكرة دي لاني كنت محتاج ان انا يعني ازود من مستوايا واسبت اقدامي في المنتخب من طريقي وتواجد في النادي الاهلي فكل بقى الغلي وكل الطاقة اللي جاتلي جات في الكرة دي فتقريبا من اقوى الشوط اللي انا شطتها في حياتي وكان حد صاحبي كده عمل يعني حاجة كده فقال لي على فكرة الكرة بتاعتك يعني بتهيالي بسرعة 120 كيلو في الساعة فكان الكرة قوية جدا وكانت من الهدف انا بحبها على هدف برضو في مباراة الاسماعيلي قلت لي كسبنا هنا ستة كان الهدف الرابع فكر كل حاجة اهدف الواحد بيحرزها مع نادي الاهلي عمره عمره ما انساها فبتهيألي من الاجوان اللي واحد بيعتز بيها هدف زي الاسماعيلي هدف زي الرجاء المغربي هدف زي المينيا اه ده هدف الرجاء اه ده هدف الرجاء اللي في اخر دي من صراحة يعني البطولة مكشفة ايو بتقول ايه هنا بقى انا سمير كمونة اه صح يعني كنت محتاج ان انا كان عندي طاقة جندا جدا فطلقت ولا كنت عايز تثبت حاجة معايا لا حاسك في حماس او يعني انا الفترة دي كنت برا المنتخب اه فالواحد حقه المشروع ان هو يعني يبقى موجود ويشرب بلده ويبقى موجود في التشكيل الاسسية كنت مدى اه طبعا كنت مدى كان تقريبا كابتن فاروج عفر لماسك ما كانش بيلعبني الفترة دي لكن بعد البطولة دي كابتن جوهر لما مسك اعرف بقى امكانيات سمير كمونة كويس قوي وقدر ان هو يوظفني التوظيف الصح والحمد لله قدرت ان انا من خلال رجوع كابتن جوهر المنتخب اخذنا بطولة افريقيا سنة 68 ولعبت كاس علامة كارات حاسيت ان ربنا عوضت اه يعني برضو هو المدرب برضو بيبقى يعني ليه نظرة اه واعرف امكانيات كل اللي لعب هو بيختاره بالذات لعبت المنتخب لازم يستفيد من كل واحد فهو كابتن جوهر طورني جامد اوي المدربين انا بعتز بيها وقدر ان هو يعني كمان خلانا احترف في اوروبا اصلا الحركة دي وانا سامير كمونة دي فكرتني عارف كده لما بيبقى مثلا رونالدو متضايق وفي انتقادات فبعد الهدف يروح ورايح للجماهير كده ويساكدهم صلاح بعد فترة اللي هو لا ده اخر موسم واحد بعد الهدف ما كانش بيحتفل كان بيروح عند الجماهير ويفضل واقف ساكد كده وعشان كده بتكرت ده وقالكوا انت عايز تزمت حاجة معين هي الرسالة كانت بتوصل لحده معين وهي وصلت لكن هو ما كانش يعني برضو عارف امكانيات سامير كويس او كان ممكن يكون بيلعب حد اقل مني فنين وبدنين لكن هي وجهة نظره لكن جي حد تاني اللي هو كابتن جاري عارف امكانيات سامير كمونة كويس وقدر ان هو يحطني في الطريق الصح والحمد لله مشيت بشكل كويس مع المنتخد تاريخ كبير ومشرف طبعا يا كابتن وكل الاهلوية من ساعة ما قلنا ان حضرتك معنا زي ما بقولك انه بيتكلموا على قد ايه لحد دلوقتي بيتفرجوا على اهداف ومباريات طبعا كابتن سامير كمونة عشان كده عايز ابدأ معك من صفقة مهمة في النادي الاهلي مؤخرا وهي صفقة بدر بنون انا عايز اسألك بشكل شخصي على رأيك وعلى رأيك في اداء اللعب احنا طبعا بنتكلم على هو مباراة رسمية واحدة بس قدر ان هو يشارك فيها وانا كنت امكان بقول في بداية الحلقة يا كابتن انه انا شايفة انه قد ايه ضغط عصبي كبير على لاعب ان تكون اول مباراة ليه مع فريقه الجديد مباراة رسمية وانهائي بطولة ومع ذلك اللعب ده علشان قائد وشخصية وجاي من فريق كبير كان فيه ثقة بالنفس كبيرة قوي وطبعا مش انا بقى اللي هتكلم على الاداء وحضرتك موجود انا بتكلم على حد في نفس مركزك تقريبا هو كويس انا اخترت حد في مركز عشان اخطيهمه كويس طبعا النادي الاهلي كان موفق جدا مع ميستر موسيماني في اختيار بدر بنون ممكن انا من سنة او سنتين قلت في بعض السيادات وكمان في القناة معظم قناة في النادي الاهلي قلت النادي الاهلي محتاج مساك سوبر وبالفعل اسم على مسامة يعني فعلا اتحقق رغبتي وممكن يكونوا سامة وكلامي لكن هم فعلا كانوا حطين من ضمن خطتهم لاجنة تخطيتنا هم جيبوا مدهفة سوبر فعلا وفرود سوبر فبادر بن لعبك كويس جدا جاي لعيب جاهز مش محتاج ان احنا نقيمه يعني فنيا هو لعيب دولي ولعيب في نادي الاهلي المغربي من الاندية العريقة في المغرب او شمال افريقيا فهو جاي جاهز لكن لعيب مباراة صعبة جدا واختيار مسيماني ليه كان لقى صعب عشان حاجة مهمة جدا هو اول مباراة لي مع النادي الاهلي مباراة نهائية وكاس وكمان النادي الاهلي واخد افريقيا قبلها بايام قليلة جدا وكان يسر ابراهيم وايمن اشرب بيلعبه فصعب جدا المدير الفاني ان هو يشيل حد اساسي يحط حد جديد ما كان حد يعني دي في حد زدها مشكلة لان ثبات التشكيل والتجانس مهم جدا لكن هو ممكن يكون مستر المسيماني جازب شوي جازب باختياره البدر بس اختياره نباد ما انه ثقة في اللاعب اوي هو عنده ثقة في اللاعب وعنده طبعا رؤية كويسة جدا عشان كده قدر ان هو يختاره وما تردتش لكن هي كانت مجاسفة لكن اختياره كان في محله بدر ادى اداء كويس جدا اداء راقي بيبدأ الهجمة من ورا بيقدر ان هو عنده رقابة وبيلعب هيدرز كويس جدا عنده ميزة ان هو بياخد خط الظهر النص الملعب فدي مشكلة للمعظم المدافعين اللي موجودين في مصر ان معظم المدافعين في مصر الاتنين اللي في القلب بيبقوا يعني عايز اقول لحضرتك ايه قريبين من الحارس اوي فده غلط كلما يزوء المدافعين لحد نص الملعب بتدي ارتياحية في التحرك لنص الملعب والمهاجمين بيلعبوا براحتهم او بيبقى فيه عمكه هجومي لكن هو لعيب هايل ولعيب كويس جدا واختيار كان موفق من مجلس الادارة واختيار موفق من موسيماني ان هو يبدأ مباراة طلع الجيش وعمل مباراة كويسة فعلا وهو طلع وصرح قال انا كنت قلقان شوية لكن نادي الاهل نادي بطولات وانا مبسوط ان انا اول بطولة لا مع نادي الاهل حضرتك كنت بتقول من شوية انه بتفرق قوي انه المدرب يكون عنده ثقة في اللاعب او مديره الثقة او بيفرق معه نفسيا شايف ازاي موسيماني عمل ده مع لعبته وبرضو هسألك انه شايف مين اكتر اللعبة اللي تطورت مع موسيماني هو فيه اكتر من اللاعب الشاحات ناحية اليمين في الونج اليمين يعني كهرباء لحد ما لسه كهرباء عنده اكتر من كده او جمهير الاهل الطالبة منه اكتر من كده انه هو احنا عارفين امكانياته كويس لعيب كويس وجاب هدف ده انطلع الجيش لكن كهرباء عنده امكانيات قد كده اش عايز اقول له هذك 30 الف مرة هو عنده لكن برضو ما طلعش كل الامكانيات اللي عنده احنا عارفين امكانياته كويس لعيب كويس جد طبعا ديانج في نص الملعب تطور بشكل رائع ابتدى كان عنده مشكلة في حتة الميسباس ابتدى يصلحها كان طبعا عمر السلية طبعا في قلب الملعب ابتدى يعمل شق الهجومي كويس قوي ويحرز اهداف ويكسب النادي الاهل الفاتر اللي فاتت مع الجانب الدفاع اللي هو كان بيشتغل عليه فده نقطة كانت مهمة جدا انه هو بيدفع كويس قوي وبيستخلص القرى من المنافس بالاضافة كمان انه هو بقى متواجد داخل الصندوق بيعرف يتعامل في القرات السابتة كويس قوي شفناها جاب جون في الزمالك وجاب جون قبل كده في المطشاط اللي في الدوري وفي افريقيا فهو دلوقتي بقى بيجيب جون وبيجيد مركزه كويس قوي المهام بتاعته ابتدى يعملها باتقان قوي عنده نطق قروي فبتهيألي الثلاثة دول او الاربعة دول وطبعا مجد قفشة لما لعب مركز عشر دينفايلر كان بلعب وينجرايت مكان شحات مكانش بيجيد فيها قوي او كان بيشتغل كويس لكن ما بيجيتش زي رقم عشرة شفناها مطش الوداد شفناها مطش الزمالك شفناها مطش الاتحاد كل مباراة لما بيلعب في المكان ده ويمسك كرة ويستحوز بيوصل الفراودة للجون المنافس بطريقة كويسة جدا بيعرف يشتغل مع الاتنين اللي جنبه اللي هو الشحات وقويه بشكل محترم جدا انما لما لعب هنا بقى في حتة مكان عشرة هنا يبتدى بقى يعمل لعمق الهجوم كويس قوي يشتغل على الفاولات كويس قوي يبتدى يعمل أسست هايل بالإضافة طبعا للأهداف فهو تطور فعلا وكمان خط الظهر يبتدى يبقى متماسك ويبدأ هجمة من وراء سليمة ويوصل لنص الملعب بطريقة صحية جدا وإحنا بنقيم الفريق كده بالوراء أو الألم يا كابتن يعني الفريق معنا جدا الفترة اللي جاي وعندنا تحديات كبيرة جدا وخلاص يعني احنا عرفنا الصفقات اللي جات والمعارين اللي رجعوا هتكلم برضه أكيد مع حضرتك على طاهر وعلى طبعا أحمد بيكم بس عايزة أسألك انت شايف انه كده الفترة اللي جايب بالتدعيمات دي فريق الأهلي متكامل ولا شايف انه في حاجة نقصة هو بالنسبة لخط الظهر محمد هاني وأيمن أشرف وبنون وياسر إبراهيم ورام الربيع وسعد سمير وعلي معلول بتهالي مش محتاج حد تاني حضرتك لو كلمت في نص ملعب ديانج والسلية وحمد فتحي ونصر ماهر وأكرم توفيق بتهالي أربع خمسة على الدائرة ده عدد كويس جدا مع الإمكانيات الهائلة اللي موجودة مش عدد بس لعبة كويسة كمان الخط اللي بعده بنتكلم في الشحات وكهربا وطاهر وبنتكلم في أفشا وأجيه ووليد سليمان ومحمد شريف كل اللعبة دي موجودة بتتكلم يعني في ست سبع لعبة المركز الوحيد للنادي الأهلي محتاج فيه تدعيم هو رأس الحرب مروان ماشي بشكل كويس جدا لكن ينقصوا التهديف وفرقة النادي الأهلي أو جميل نادي الأهلي بتطالب أداء أحسن من كده ويزود عدد أهدافه نفس الشيء لصلاح محصن العيب كويس وصغير محتاج أنه يشتغل على نفسه شوية هو وأحمد ياسر ريان الاثنين دول هيبقوا مكسب للنادي الأهلي بالإضافة لفرود سوبر أفريقي أو من شمال أفريقيا لو على حسب العدد الأجانب الموجودة النادي الأهلي لو محتاج هيحتاج فرود هداف عشان يقدر يعوض النادي الأهلي بيوصل بيروح في العمقه هجومي كويس جداً لكن بنضيع أجوان كتير أولاً محتاج فرود هداف واحد بيترجم بلغة الكورة لو بنتكلم بقى على موسيماني نحن بنتكلم على ثلاث مباريات في الدوري وبعدين أفريقيا وبعدين الكاس تقييمك لموسيماني ومشواره مع الأهلي في الفترة الصغيرة دي اللي فيها الحدد دلوقتي بطولتين وطبعاً بطولة الدوري ما بين فيلر بردو وموسيماني زي ما قلت لحضرتك مجلس الإدارة أو كابت محمود الخطيب كان اختيار موفق لموسيماني من داخل الكرة من داخل الكرة بتكلم في مدرب بطل أفريقي قبل كده مع سانداونس بكسب الأهلي وكسب الزمالك وزي ما بيقوله هو في المطبخ بتاع كرة القدم داخل أفريقيا فهو يعني اختصاراً للوقت واختصاراً للظروف اللي نادي الأهلي كان بيمر بيها بعد رحيل فيلر لكن هو عارف الشغل في القرة هيشتغل ازاي وحافظ لعبة الأهلي جداً فوفر على نادي الأهلي وقت وقدر ان هو يعمل ربط مع لعبة النادي الأهلي ويبدأ ان هو يشتغل معهم بشكل صحيح عارف اللعبة كويس جداً نقطة ضعف ونقطة القوة طور من بعض اللاعبين يدر ان هو في فترة سيارة يكمل مكان فيلر امتداد لفيرر في الدوري حوالي 4-5 مطشاط ويكمل مكانه بشكل كويس مطشاط الدوري كانت استعداد كويس أو الأفريقيا نحن دخلين على مبارات الوداد مبارات زهاب ومبارات عودة يدر ان هو يعني يعرف كل كبيرة وصغيرة داخل النادي الأهلي أو جدران الفريق من جوه يعرف العبدة بيتدايق امتى ما بيتمرنش لأ بملتزم مش ملتزم حالته النفسية اشتغل على الحالة النفسية كويس قوي ظهرت على أفشا وعلى حسين الشحات وعلى أجيه وعلى مرهان وقت صغير جدا وقت صغير جدا يعني مطلوب منه حاجات كتير قوي ان هو البطولة المحببة لينها هي بطولة أفريق والفعل ده حصل قدر ان هو عمل زي كوكتيل كده من الأفكار والشغل اللي هو الهارد ويركي يعني في فترة قصيرة قوي فأنا شايف ان هو نجح وقدر ان هو ياخد البطولة مع النادي الأهلي وخد الكاس وان شاء الله تبقى ربعية بقى الحماسية بإذن الله يا رب ان شاء الله ده طبعا كنت بقول حدودك بالرغم من النموسم صعب وكان مليان إصابات وتحديات وغيابات يعني لما موسيماني يجي هنتكلم أكتر عنده هنتكلم على الأهداف اللي جاية كابتن سامير كامونة هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا مع كابتن سامير كامونة نحضراتكم مرة تانية ولسه معي كابتن سامير كامونة وكنا بنتكلم في الفاصل على الحوالي الموسيماني الجهاز المعاون وقد إيه طبعا عامل شغل كبير جدا لو بنتكلم على مدرب حراسل المرمى يا كابتن مشيل يانكو أو طبعا محلل أداء خلينا نبدأ من مدرب حراسل المرمى والشغل اللي حاصل مع طبعا الشناوي علي لطفي مصطفى شبير والشناوي طبعا لأنه في الصورة بشكل قدر مشيل يانكو طبعا لازم نتكلم عليه ونديله حقه لأنه مش ظاهر في الصورة خالص ولازم الناس تعرف الشناوي بقى كويس ليه هو أوريد الشناوي كويس قوي ومش محتاج أنه هو يتقيم ومش محتاج أن نحن نتكلم عليه كلام حلو أو كلام كويس اشتغل مع مدربين كويسين قوي قبل كده طوروا منه ما فيش شك وقدروا أن هم يعني يخلوا برضو الشناوي رقم واحد في مصر منما بنتكلم على الفترة الحالية نتكلم على بطولة أفريقيا بنتكلم على الدوري بنتكلم على كاس مصر لا الراجل شغال معه شغل كويس قوي السباة اللي انفعله كويس قوي هدافه اللي داخلها مرموها طبعا وليلة جدا تمانية بس في الدوري اه تصدي كور كلها وكورات العرضية وحتى المهرية واللعب من الكورة بيبدأ هجمة من وراء ويقدر أنه يباص مع الاثنين مدافعين أو الاربع مدافعين الوراء لا يعمل أساس اتطور فيها كويس جدا وقدر أنه مهرين كمان يزيد بالإضافة طبعا لشغله تحت الثلاث خشبات وابتدى يعمل أساس زي ما بتقولي في المنتخب ومع النادي الأهلي وماشي بشكل كويس جدا يعني الراجل عامل معه مجهود جبار الحقيقة وخلّى الشناوي ان هو يبقى حارس مصر الأول سواء على البطولات المحلية أو في المنتخب الوطني ان هو ماشي بشكل كويس جدا لو بنتكلم على نهائي يا كاس مصر يا كابتن ولما المباراة وقسلت لركلات ترجيح كنا متطمنين بشكل كبير لانه الشناوي واقف الشناوي موجود دايما جمهور الأهلي متطمن من ناحية دي وكمان هو من أول كرة لطلاقع جيش هو كان مدي الثقة للعيد فانه الماتش ده بتعنا ان احنا هنكسق وقدر فعلا هو يأمن الفوز للنادي الأهلي فيش شك لما يكون حارس المرمى ثقة وواقف ما شاء الله كده وحش تقدر ان هو يدي الثقة للمدافعين ويقدر ان هو طول ما المدافعين وحارس المرمى سفر تدي طمأنين النص الملعب وتدي ارتحال الفراد وان هو يسجل الأول أحسن ما يكون متأخر بهدف فدي طبعا بتفري وهو كان بادئ بداية كويسة جدا وأنقذ أكتر من هدف وقدر ياخد الكرات العرضية كتير ويتحرك تحت تلات خشبات بشكل منتظم شكل كويس جدا بالإضافة طبعا ان هو في ضربات الجزاء برضو كان عنده سباة فعالة وقدر ان هو يعني يصد ضرب الجزاء وقدر يعني يبقى من نجوم المباراة للفترة دي وانا شايف ان الشنوي كل فترة والتانية بقدر ان هو يتطور فمباراة طلعة الجيش كانت مباراة صعبة جدا وقدر ان هو يعمل مباراة ويطلع في برد يمكن بعيد عن الحتة الفناية كابتن ومن اللقطات يعني بمناسبة الكلام على حراسة المرمى من اللقطات اللي لفتت نظري ونظر الناس كتير في مباراة نهائي الكاز بعد المباراة كان في صورة كده مشهورة العلي لطفي هو ماسك ورقة عملها يعني لما بيقول لما وصلت المباراة لركلات ترجيح انا كنت منزل فيديوز لطلاقع الجيش وشايف كل لعب منهم ممكن يكون بيسجل في انهي زاوية وعملها كتبها كده في ورقة بيبششوا يعني اه اه اي الشناوي بيفكروا يعني اللي هما مذاكرينه مع محل الأداء والروح الحقيقة دي مختلفة قوي اه روح حالوة جدا من طبعا اتنين حراس كبار ودي بقى الروح اللي النادي الاهلي بيتماث بيها فلما تلاقي حرس البديل يعني صاحبه وحبيبه وخايف عليه وخايف على النادي الاهلي وخايف البطولة تروح فعارف نقطة قوة ونقطة ضعف في الخصم خصوصا كمان في ضربات الجزاء فلما يديله ورقة يقوله فلان بيشوت ناحية المين ويشوت ناحية الشمال ممكن ما يوفقش اه لكن لما بتديله انت المبادرة وتديله معلومات على الفريق اللي بيلعب ضربات الجزاء دي حاجة ممتازة حاجة كويسة جدا وشوفنا الروح بتاعته ان هي كانت عالية قوي وهو الشناوي مش هيبقى كويس غير بالروح دي يعني الشناوي بقى كويس بالروح دي مع زميله سواء من الحراس اللي موجودة او من اللعيبة اللي موجودة وبالفعل ده حصل ويقدر ان هو يتصدق بلزبط ان هم بيبص لنفس ان هم بيلعفش فايد داي لا هو كلهم ألبهم على بعض ألبهم على الكيان الأكبر وده الحقيقة من سبب من أسباب او السر في السلسية دي تحقيق السلسية دي وان شاء الله كمان يا كابتن عايزين حق الخماسي ان شاء الله هو علي لطفي ومصطفى شبير والشناوي بقيت الحراس اللي موجودين في قطاع الناشئين موجودين كلهم بيكملوا بعض وده سر النجاح حراسة النادي الأهلي لما كلهم بيتمرنوا كويس بيدوا ثقة للرجل رقم واحد ان هو يبقى متطمن ويقدر ان هو يعمل مشاكل كويسة وما فيش نفسانة ما عندناش كلام ده في النادي الأهلي فاللقطة اللي حدثي قلتها دي من شوية بتدل على الروح الجميلة جدا اللي بترتبط ما بين اللعيبة وبعضها دي حقيق وعجبني كمان علاقة مشيلي عنكم بيوم لو بعد المباراة على طول وكان عمال يحدن في الشناوي كل شوية تحس الرجل ده بقى تحس انه برغم الأجانب معروف ان هما شوية عندهمش حتة العاطف قوي زينا لا هو تحسوا مننا قوي بالزبط هو دي ميزة فيه وعشان كده قرب من الشناوي والشناوي قرب منه وابتدى ياخد منه حاجات كتير قوي يستفيد من خبراته هو دي المدرب لما بيصاحب اللعيب شوية لكن في حدود المعقول ويقدر يوصله كل الخبرات اللي عنده الاستجابة بتاعت اللاعب أو الحارس بيطلع كل اللي عنده بحب فده اللي حصل مع ميشيل ومع الشناوي بقية الحراس كده ماشي بشكل كويس جدا وميشيل بصراحة مكسب كبير نادي الأهلي خلي أكيد طبعا يا كابتن أنا باتفق معك جدا كل الأهلوية الحقيقة شايفين ده لو عايزة نروح معك لفكرة أنه موسيماني لو هنعدي كده الحاجات اللي طورها فنان في الفريق لو مثلا باتكلم على أن الاستحواز بقى بشكل أفضل الطلوع أو الطلوع على المرمى أو أن احنا نروح مرمى الخصب بقى بشكل أكتر بكتير من الأول حتى فكرة تطوير الدربات السبتة يعني احنا آخر مبارتين تقريبا ثلاث أداف من كور سبتة أو من دربات سبتة ايه تاني ممكن حضرتك شايف هو موسيماني ابتدى يعمل تجانس مع لعبة النادي الأهلي في فترة سيارة درقم واحد نتكلم بقى في الخطوط التانية كده نتكلم مثلا أن موسيماني ابتدى ما يبقاش فيه جاب ما بين الثلاث خطوط وبعضيها ابتدى يعرف كل لعيب واجبات بتاعته دفاعيا وهجوميا أول ما الكورة بتتقطع من كهرباء أو حسين الشحات أو أجاية أو أفشة بيعمل ارتداد سريع جدا لنص الملعب الحالة الدفاعية والضغط في نص الملعب على المنافس واستخلاص الكورة دي كانت واضحة جدا في 3-4 مرشات الأخر خصوصا في المباراة النهائي الكاس قدام طلاق الجيش وقدر أنه يحرز الهدف الأولاني وسيطر على المباراة من الاستحواز وبداية الهجمة من الخلف المدافعين برضو الأول كان فيه مشكلة أن المدافعين دي الأهلي كان بيخش فيها جوان كتير كرات عرضية واختراق من العمق هو قفل الحتة دي ابتدى يعمل إيه مسيماني ابتدى من الاتنين مساكين أن الراجل اللي هو ماسك زي مباراة الزمالك لما قفل على مصطفى محمد وقدر أنه يدايقه كان مع ياسر إبراهيم وآيمن أشرف ابتدى ياسر يلعب مع أمان تومان جوة 18 وآيمن أشرف يعمل له صبرت بالإضافة للتغطية العكسية للباك رايت والباك ريف اللي هو محمد هاني وعلي معلوم ما بقاش فيه المساحات ما بقاش فيه المساحات خالص ودية المساحات وزي ما قلت حدك من شوية الجاب اللي هو كان بعيد قوي ما بين نص الملعب والباكات اللي أربع للمدافعين ابتدى يبقى فيه يعني عايز أقولك يعني قرب المسافات قرب المسافات شوية وابتدى فيه توازن ما بين الثلاث خطوط فدي نقطة مهمة جدا بالإضافة طبعا للتهديف عودة كهرباء عودة أفشة عودة الشحات مرهوم محسن بعد الفترات ياسر إبراهيم أيمن أشرف كل الناس الحياة السولية ديانج الشناوي نشوف الهاف رايت والهاف لفت بيرجعوا مع الباكات بجانب طبعا الديفندرز هو بيبقى فيه مسندة ما بين الباك والهاف لما بيتضربوا في نص الملعب بيتلاقي لو الباك الشمال زي علي معلول متقدم بعد نص الملعب بيتلاقي جايه بيعمل ساب بورت أو بيعمل بيبقى باك لفت مكانه نفس الشيء ناحية التانية من محمد هاني أو الشحات حتى أفشل لو بيبقى متواجد في رقم عشرة في قلب الملعب كالثاني العاب بيرجع لنص الملعب يتعلم أن هو يبقى مخربش ويبقى لغة الكرة كده ويعرف أن هو يبقى يدافع ودي نقطة مهمة جدا لأن العالم كله بيعمل كده كله بيبقى تحت الكرة في خلال أثناء المباراة لما يكون موجودة كمان لما اتكلمنا على 90 دقيقة الكرة لما يكون مع الفرقة دي أو الفرقة دي كله بيعمل الارتداد لنص الملعب بكله بيبقى تحت الكرة مع الضغط اللي بيبقى أقرب واحد للكرة هو اللي بيضغط وضطر حلم الضغط اللي هو راحت الناحة التانية استخلاص الكرة بيبدأ ويلعب على الهجم المرتد ده العالم كله بيعمل كده دلوقتي في حالة الكرة لما يكون على الفريق طيب احنا بنتكلم على موسم كبير وطويل ومصعب قوي وكله تزاحم مباريات انتهى والموسم الجديد خلاص يعني لازق فيه احنا بنتكلم على مبارات الدوري الأهلي مع مصر المقصة يوم الحد 11 ديسمبر تقريبا قاعد بتوافق 11 ديسمبر وبنتكلم برضو على سوبر إفريقي يا كابتن هيكون أعتقد 18-20 ديسمبر يعني لسه لسه مش أكيد المعادة ومفروض أنه يكون في مصر ان شاء الله خليني الأول أسألك شايف الموسم اللي جاي ده ازاي شايف هيكون أسهل أصعب موضوع كورونا أسر على الموسم ده شايفوا ازاي ده خلاص كورونا اللي عينة دي احنا تعودنا عليها خلاص في كل الأحوال وكل الأجواء ربنا طبعا يشفي كل الناس ويعافينا ان شاء الله من الفيروس اللي عين ده لكن فيه تأقلم دلوقتي معاه وخلاص ونسينا ولازم نشتغل مش هنينفع نقف يعني فنادي الأهلي في السياو الجديد وجهت نظر انه هيبقى أقوى من الموسم الماضي بكتير لانه عنده إضافات عنده لعيبة رجعت لمستواها عنده ناشرة الفوز والتدويج بالبطولات فكل دي دوافع قوية جدا النادي الأهلي يحرص البطولات تاني بالإضافة لعودة ناصر ماهر عودة بيكهم أكرم توفي محمد شريف صلاح محصن كل اللعيبة الكويسة اللي أنا أحمد ياسر ريان كل اللعيبة الكويسة جدا اللي أنا كنت بكلم عليها سنة الفاتت الحمد لله رجعت السنة دي في النادي الأهلي فدي إضافة الجميل كمان في الموضوع عن الميسر المسلماني مش هيبه عنده مشكلة في حاتة التدوير لأنه لما بيبقى في ضغط مطشاط في أفريقيا وكاس مصر والدوري والسوبر المصري والإفريقي بنلعب أربع خمس بطولات في الموسم فلازم يكون عندك عدد من اللعيبة وعدد من المراكز كل اللعيب في مركزه للعفريد بتاعه عشان لو أخستها شوية أو بلغة الكرة كده مش متقلق لازم دا يلعبه ويبقى فيه منافسة شريفة أو منافسة مشروعة داخل الفريق فهي دي موجودة وهايخلقها في أو هيزرعها في الفريق السنة اللي جاية عشان النادي الأهلي متعود على كده في كل مركز ليه البديل بتاعه بيبقى البديل والبديل الكف شفناه يعني لما شفنا كورابة كان بديل كذا مرة بينزل بيخلص كذا مباراة وليد سليمان ربنا يشفيه ويرجع بالسلام ان شاء الله التغييرة بتبقى يعني طبعا مفيدة جدا وإيجابية وهو كمان بيعرف غير كويس فأنا شايف إن الأهل السنة الجاية هيبقى أقوى من السنة اللي فاتت بالإضافة الصفقات اللي اشتراها النادي الأهلي بنون والبقية اللعيبة اللي رجعت من الأعراض هيبقى إضافة قوية جدا النادي الأهلي وكمان في حاجة مهمة جدا إحنا كنا عندنا مشكلة لما كان دكة النادي الأهلي بنلاقيها معظمها ما فيهاش حد ينزل يترجم ما فيهاش حد ينزل يخلص مباراة بنقول من الموجود عده لا دا دلوقتي يبقى فيه دكة تقيلة قوي مرينيو قبل كده أتكلم بيقولك الفريق القوي لازم يكون عنده دقة قوية جدا لأن هيحتاج اللعيبة في الحالتين لو أنت مغلوب هيحتاج حد يدعمه في النواحي الهجومية لو أنت كسبان هيحتاج حد في نص الملعب ويحتاجه في النواحي الدفاعية فهو طول ما الفرقة عندها دقة قوية جدا هيبقى إضافة ويقدر أن هو ينزل يعمل حال وليد سلمان الحمد لله خف يا كابتن هو بإذن الله رجع للتدريب بقران شاء الله طبعا بيفرق جدا طبعا وليد من اللعيبة الكبيرة أنا عصرت وليد آخر سنة ليا في بتروجيت لعبت معاه وليد من اللعيبة المخلصة جدا 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 لنادي الأهلي ويا ما فرحنا وفرح جميل نادي الأهلي وجاب بطولات وأحرز أهداف وهو من ضمن اللعيبة اللي هو في قيمة الهدفين الأفريقية مع نادي الأهلي صح فإن شاء الله أبو سليم إن شاء الله ترجع بالسلامة واتنور ناديك وترجع للتشكيل الأسية إن شاء الله الحمد لله هو الحمد لله لأنه خف هو وسليم وسلم وولاده والحمد لله وربنا يا ربي طمن عليهم دايماً ما نشوفش أي حاجة وحشة ما تكلمتش معك يا كابتن على نهاية أفريقيا ومباراة الأهلي والزمالي وشفتها إزاي فنيا وشفت إزاي إدارة مسماني للمباراة وخصوصاً في الشوت التاني تملي المباراة النهاية أو مباراة الفاينال دي بتبقى مباراة بعيدة عن فنيات شوية كل الهدف وكل الطموح ودوافعك أن أنت تكسب وتأخذ البطول لأن التاريخ بيكتب في اتحاد كورت القدم أو الاتحاد الأفريقيا أو الفيفا أو في أي تاريخ أو أي قموس مين اللي أحرز البطولة؟ مين اللي أحرز الهدف؟ فبالفعل النادي الأهلي أحرز البطولة آه غابت عننا سبع سنين من 2013 لكن جبناها بجدارة ولعبة النادي الأهلي عملت عليها كل حاجة أي نعم ممكن يكون النادي الزمالي كان أحسن نسبياً بعد فترات المباراة لكن المحصلة أننا خدنا الدوري خدنا أفريقيا ومعظم أوقات المباراة احنا كنا برضو مسيطرين والنادي الأهلي دلوقتي بيلعب كرة كويسة جداً أنا شايف نادي الأهلي بيبدأ الهجمة كويس قوي وعملها في مباراة النهائية المباراة النهائية بتبقى صعبة جداً على الفرقتين بيبقى ضغط عصبي فيه لعيبة ما نميتش كويس لعيبة بالذات لعيبة النادي الأهلي من سبع سنين لحد وقتنا هذا عندهم دغوطات جمدة جداً والجمهير بتطالبهم أنهم يجيبوا البطولة فكل دي كانت يعني شغل على عايز أقول ضغط عصبي على اللعيبة خصوصاً لعيبة النادي الأهلي لكن يدروا أنهم يوصلوا طبعاً المباراة النهائية ويفرحونا والحمد لله نحن خدنا التاسع يعني الحمد لله وطبعاً يا زي ما حضرتك قلت المباراة دي مش مباراة أداء قد ما هي مباراة مين اللي هيفوزي يمكن فاكرة مباراة السوبر كان في الإمارات وكان النادي الأهلي أفضل النادي الأهلي كان أحسن والزمالك والزمالك فاز بالضبط طيب كنت عايزة أسألك شفت الماتش فين في البيت عندي ولسه بنفس الحماس يا كابتن بقى بتاع أه لا ده أنا هيصت أنا أولادي وعمل فيديو بس أبو علي بقى ما دهلوش دلوقتي كنت أنا أبني لا هعزين نشوفه ده كابتن لا حاجة غير الهدوء اللي أنا فيه في الستوديو ده خالص يعني حاجة عصبية درجة ثالثة يعني لما جيت كده جنة أفشة لا أمت هيصت وأنا كلمت بش عارف كنت بكلم صد عمرة أديب ولا مين والطولة أنا كنت أغوط في النجافة والطنطيت بتاعنا وولادي يعني كريم ونور وزياد كان بيتفرجوا معايا وكنا فرحانين جداً عملت فيديو يعني قلت التاسعي يا أهلي فالروح كان فرحان جداً حياة لأن بطولة برضو غالية والبطولة محببة لجماهير ناد الأهل فلما تيجي بالطريقة دي قدام فرقة كبيرة زي فرقة ناد زمالك بيبقى لها فرحة تانية فبصراحة اللعبة كانت رجالة قوي وقدروا أن هم يفرحون لو رحنا للسوبر الإفريقي يعني أنت عارف يا كابتن إحنا بنتكلم على أنه من جماهير النادي الأهلي ما بتشبعش يعني من أول ما دوري خلص بيتكلموا على أفريقيا ومن قبل كمان ما دوري يخلص أفريقيا خلصت كاس مصر كاس مصر خلص بنتكلم على سوبر بقى إفريقي وبنتكلم طبعا على سوبر محلي وكمان كاس العالم الأندية لسه عندنا سوبر الإفريقي هيكون معنادي نهضة بركان زي ما حضرتك عارف نادي كبير طبعا وعايز عارف شيء في المباراة دي إزاي أنا لحد الوقت الكلام منهم من هما كانوا عايزين المباراة تفضل في أرض محيدة أو في قطر زي ما العقد بيقول ولكن وأنهما ما عندهمش أي اعتراض طبعا أن هما يلعبوا في مصر ولكن هما عايزين نلتزموا بالقوانين ما فيش شك أن فرقة نهضة بركان فرقة كويسة أو فرقة محترمة فرقة بطولات لكن نادي الأهلي هو الأحسن طبعا والأقوى وتاريخه أكبر نادي الكرن فمباراة تكون صعبة على الفرقتين اللي هي مباراة السوبر يعني بطولة من مباراة واحدة وأنا شايف أن نادي الأهلي هو دلوقتي أقرب وعنده يعني مش عايزة أقول اللعبة توصل للتشبع البطولات ويقدروا أن هما يرجعوا سقطهم تاني في نفسهم ويقدروا أن هما يحرزوا البطولة السوبر الأفريقي إضافة للثلاثية اللي عملوها تبقى ربعية إن شاء الله وتبقى خمسية بإذن الله أنا شايف أن هي مباراة تكون قوية جدا مع فرقة محترمة والنادي الأهلي برضو ما بيشبعش بطولات لعيبته برضو بتزيده وتدفل رصيدها واللعيب عايزة تتقلق وكل واحد عايزة يظهر بصورة ممتازة أن هو يبقى في المنتخب ويسبت أقدامه أكتر وأكتر يعلم المستوى طبعا يفرح جمهور النادي الأهلي فهي بطولة قوية وبطولة نتمنى إن شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي المطش النهائي هيكون هنا ده من قبل المباراة بحوالي شهر أو شهر ونص قالوا إن النهائي هيكون هنا وما كانواش عرفوا قبل مباراة أهلي والزمالك نهائي أفريقيا مين هيكسب يعني حتى مباراة الوداد والأهلي والرجاء والزمالك التوقيت ده كانوا قالوا إن النهائي هيكون في القاهرة فما كانش حد لسه عارف مين هيوصل النهائي ولا الأهلي ولا الزمالك وبعد النهائي الكونفيدرالية ما طلع في المغرب ونص النهائي كبير بالضبط يعني ما فيهاش مشكلة وده كان قرار قبل المباراة السيمي فاينال كابتن كنا قبل ما نروح بقى معك لكاس العالم الأندية أكيد فيها كلام كتير بس كنا منتكلم في الفاصل على لما حضرتك كنت افتلاح مع كابتن هاني رامزي وكان مفروض يحصل تبديل عايزك بقى تحكي لنا القصة عشان إحنا معنا لا ده كان عندنا مباراة في الكاس مباراة ضد بوخم والمفروض في ألمانيا ليك أربع أجانب أربع أوسلم فكتنا وهاني رامزي أفرقى وعرب وكان عندنا راتيني وجونيور برازيلي نلعب برازيليين فالمفروض يبقى فيه ثلاثة في الملعب موضوع ثلاثة في الملعب ده كان في الفترة دي مش دلوقتي اه فكتنا موجود أنا وهاني وراتيني برازيلي كان بيلعب ونجيمي فهو عايز يغير البرازيلي جونيور مكان لعيب ألماني فدي كانت مشكلة يعني احنا في الملعب مش وغدينا بنا ففي حد من الإداريين نزل المدرج عايز يشد الرجل اللي بيغيره واللعيب بيقول له ما تنزلش جونيور عشان هيبقى اللعيب الرابع وكده هتخسره المباراة فابتدى اوتر هاجل يتكلم مع هاني رامزي يقول له تعالى هاني تعالى 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 أبدو يعلق عليها في التلفزيون الألمانية قبل كده اعمل نفسك ان انت جالك شد وكده قال له ليه قال له عشان فيه أربع أجانب موجودين في الملعب ونزلت في أونتو الأربعة هتبقى فيها مشكلة وتخسر المباراة فهاني طلع ومسك رجله بقينا فيه ثلاثة بس خلاص هو دخل الملعب يعني خلاص يعني كان الموضوعات حاسم يعني كانت ذكريات حلوة مع كابتن هاني رامزي طبعا يا كابتن ذكريات الاحتراف طبعا هاني أخ كبير ليه ومن أعز أصدقائي وفادني كتير جدا في ألمانيا وكنا مع بعض في المنتخب ولعبنا مع بعض في طولة أوروبا ولعبنا في البونزليجة مع بعض طب والكواليز بينكوا كده في الدوري الألماني لا هو في بعض الفترات أول المتشاط لما هاني كان موجود وكان اللعب قوي جدا مختلف طبعا اللعب لمصر خالص وكاننا في أفريقيا وفي طولة أوروبا والمتشاط كانت قوية جدا هم بدنيا أقوية أقوى فأحنا خلاص هاني متعود وأنا لما جيت خلاص تعودت على الجو وأنا كنت جاي جاهز من بعد بوركينة في أسو واخد البطولة كنت يعني الفترة دي متقلق الحمد لله وقف على رجلي بس فيعني كان بعض المتشاط اللي كنا بنلعبها كان هاني بيتكلم معاي بيقول لي حاول تخش قوي جدا عشان هنا دول ما بيتفهموش فأول أنا خلاص خنت بقى كلما داخل بقى قصر بس فيعني لأ هاني من اللعيبة اللي أنا بعتز بها جدا وكان ناجح جدا في ألمانيا وفي سويسرا وقدر نعمل تاريخ لنفسه في أوروبا كويس أولا ولعب كبير وعلى المستوى الشخصي كمان إنسان رائع يعني طبعا هو معنا برنامج البيتك كبير والحقيقة إنسان زوء وأخلاق وطبعا لعب كبير محدش يقدر يقول حاجة غير كده طب مين أبرز اللعيبة اللي فكرها اللعبت معايها في الدوري الألمي طبعا كان فيه الصحنة كان في فرقتنا كان زي منتخب عالم ودي فعلا دي حقيقة مستر أوترو هاجل كان منقي كل الجنسيات وكل الأفكار والأسلوب اللعب المختلف عشان يعمل تيم قوي جدا يبقى عنده كل إمكانية السريع والمهاري والقوي ويعني المتحرك بالكورة ومن غير الكورة كل ده كان عندنا شيريكوس فورسا كان منتخب سويسرا وكان عندنا فاجنر وبكشمال منتخب ألمانيا وكان عندنا أولف منتخب ألمانيا واندرياس بوك والبرازيلي راتينيو كتانو هاني من مصر وطبعا كان معنا جوركيف يوري منتخب فرنسا ومايكل تشيرنبرج كان بيلعب جنبي مساك من دنمارك وباسلر يعني لعبها كويسة جدا الحقيقة وأسامي كانت معروفة في ألمانيا طب بتشجع مين في الدوري الألماني دلوقتي لما تتفرجش أصلا على دوري الألماني لا قليل قوي بس بتفرج على فرقة باير مونشن يعني هي الفرقة الوحيدة المتعن كورة وعندهم تحركات غير طبيعية سواء بالكورة أو من غير الكورة عندهم حلول فردية جمدة جدا بيقدر يكسبوا أي فرقة دلوقتي شوفنا كزبوا برشونة تمانية وبيكسبوا بروسيدورتو بندو بيكسبوا كل الفرق حتى في الدوري الألماني بارتيحية جمدة جدا لكن هي فرقة باير هي اللي أتقل فرقة وأحسن فرقة أنا بحب أتفرج عليها ومن الفرقة المحترمة قوي اللي هي تاريخ كبير طبعا في ألماني طب وعايزة بأسألك أن تنصح لعبة الأهلي طبعا بإيه الرسالة في الختام كده اليوم قبل مباراة السوبر الإفريقي وطبعا بداية الدوري الجديد والتحديات الكتير اللي احنا داخلين عليه يعني بقول لعبة النادي الأهلي زي ما انت ما تتغيرش ما تتغرش لأن الدماغ لما هتعلى شوية هتحس أن انت مستوىك نزل وطبعا مش هتقدر تقدي كل اللي عندك لكن انسى كل البطولات اللي انت خدتها في خلال عشرة أيام خدت بطولتين يعني قوي جدا بطولة أفريقيا وكاس مصر وكنا محتاجين فعلا البطولة دي لكن طول ما انت بتشتغل على نفسك تخلص لناديك وعايز تزود من رصيدك وبطولاتك حافظ على المستوى ده ما تتنازلش عنه أكيد ربنا هيكرمك وهتحقق اللي انت عايزه ان شاء الله نبقى بنحتفل قريب بإنجازات أكتر وبشكر حضرتك كابتن سامير كمون أنا كنت معايا النهاردة شكرا شكرا